لكن المصيبة هنا البكاكس طيب ممكن البكاكس يلبيه السلام عليكم اليوم جايبكم مقطع جديدة اليوم جايبكم حلقة سكايبلك جديدة المقطع الي راح كان عبارة عن بث مباشر فاللي مش عفير جايشوفه وشوف وش سوينا بالضبط في البث تعمدت اني ما قسق اسم البث كل شي انك كانت فيه سوارف واشياء يعني ان شاء الله بنتهمكم حاليا جمعت مثما تشوفون عدد الجلد الي معي لكن في شي اهم من هذا كله في شي ما كنت حاسب حسابه طبعا وش لون جمعت هذا الجلد لللي ما شاف البث مباشر راح اروح للنذر احين ووريكم فسويت واضح اني متهوش معهم قبل تصير طيح لازم اسوي هذا الشي عشان ما يطقوني اللي هو بوتس لازم اربط بوتس عشان ما يطقوني هذولي كنت بسوي بوت قبل في البث مباشر اللي ما شافه دخلت النذر سويت اللي ابغاه كله وصارت لمشكلة ورجعنا سوينا شي مجديد انا اقول لازم تشوفون البث مباشر صدق ما اودي اخليكم شفونا كامل وتملونا بس انه صدق صدق انه كان فيه اشياء مهمة جدا طيب هنا اوكي كميندنا واحد بس واحد شفوا شفوا كمية الارانب الموجودة شفوا كيف او تلاحظون لازم اشفت عشان ادخل اوكي هنا ياطيب 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 مو مكانك هذا مو مكانك انا الارانب هبلت بي صراحة يعني شف كيف حركتها واللهي حركتها يا اخي تهبل بك شوي او بو بو رسول اثنين مع بعض لا لا اطلعون لا اطلعون يا اخي لا تطلعون دائما يزبنون في الزاوية مدىش وضعهم شفوا الجلد اللي جبناه طبعا ما يمديك تسوي الا من اربع من هذور يتوي جلد واحدة اوكي فانا شويت هنا حطيت مكان الارانب كما معي يسبون حق الارانب صارت مشكلة طبعا حقين البث يدرون بس يعني ليش بدفع لي شعرات يا اخي لي شعرات وشترك الشيء الثاني اللي بنسويه والله فيه فيه اشياء كثير نقدر نسويها اولو وشتاب الماقمة هنا الموما خلونا نرجع عشان نوريكم الشيء المهم اللي اكتشفته بنا اكتشفته من اليوتيوب شفت واحد سوي نفس السلسلة السؤال هو كيف نجيب البيت روتسيت انا وشنون جبت الجزر وشنون جبت بطاطس كله من النذر هذا من المواب تراب اول شي خلونا نجيب خشب بكمية كبستون معنا شي جميل طيب معنا الشقركين نجينا نسوي اللي هو الأوراق فنسوي أوراق قد ما نقدر ونجيبها كذا ونجيب الجلود اللي هنا الحين كم معنا؟ معنا 11 كتاب نسوي كذا نسكر على هذا كذا ونجيب هذا ولي كذا يعني كل هذا ولي كتب عبارة عن ثلاثة بس ثلاثة من هذا ولي سوي كذا شي ثاني اللي بسوي يوشه هذا المكان اشتو هذا المكان طبعا معنا شفل عشان نقتصر سالفة الجلد بشكل مبطبيعي لكن جتنا الأرانب وكل شيء لما أنا قدر نستفيد منها استفاد بسرعة منها بتقيت رسبن بدين تذبح واحد بدين يالله يطالك واحد بدين جمع أربع عشان تسوي جلد واحد فهذا الشي اللي كان بذلني طيب ما بنسوي هنا؟ أنا بشيل هذا كامل اوكي لأنك تلحق الأرنب ينطميني ساري ويني ساري يهبل بك كذا ويذلك على الجلد اللي بتاخذ منه بياخذ منك وقت بشكل مبطبيعي هنا نبني المكان أبغى خليه نفس المساعة حقه هذا عشان يبدينا نسوي اللي نبغاه الحيوش نسوي نحاول نشيل هاذا بلكات كلها هو هو بتروح علينا بتروح علينا هايين يعني بس عادي شنسوي ليش سويت هذي او ليش خليت هذي الطرفين عشان يبدينا نمرر من عندها بسهولة وحتفهموني حين شوفوا كيف لا تشوفون كيف حاليا شنسوي نشيل هاذا بلكات الباقي نسوي كذا نوزع القراس عشان وشو والله بدي أخليها كلها قراس لأن معي ديرت خلونا نسوي كذا نبدأ بالقراس في الأطراف مان معنا سلكتتش ومور طيبة والباقي نوزع ديرت عشان مع الوقت بيصير قراس أهم شي اللي هو هذا طيب سوي كذا واحد اثنين ثلاثة هنا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة حلو ممتاز حاليا نحط اهم شي اللي هي الثنتين اللي قدام هذي ونجيب الشموع حلو ان شاء الله ان يكفي زي كذا ان شاء الله اتمنى ومن هذي فوقي اشنين بلوك اتوقع يعني هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست فوقي اشنين بلوك ان رحنا هذا المكان وكتشفنا ان هذا المكان هو مكان بوبة الاند لكن ما لقنا فيها تشيست صح اللي شاف الحلقة من السلسلة وفي البداية ما كتشفنا مكان اي تشيست هنا جينا هنا ورقينا فوق وسوينا اشياء وما لقنا اي مكان تشيست لكن المصيبة هنا جزر وبطاطس بيترو تسيت شي 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 مطبيعي يعني انا كيف ما شفته ما ادري انا بحثت من فوق بس ما بحثت من تحت وغلبكم يعني ما ما عرفت السالفة انه كيف اجيب البيترو تسيت قاعد اقرأ الكومنتات ما احد قال انه عند بوبة الاند ما لقيت شست وشيزا كذا شفو كمية البيترو اللي بنطلع الحين يا ساتر يا ساتر والله ياخذ كثير يا عيال والله ياخذ كثير هو في تحدي على البيترو تسيت لكن سيت كان بالضب يا ساتر يا ساتر والله العظيم شعور جميل انه اخير جميل البيترو تسيت انا كنت حاس في غلط لان التحدي يعتبر في البداية باني مشينا 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 لكن هذا تحدي ما خلصناه اني خلصنا كل التحديات البيترو تسيت والبيترو تسيت والبيترو تسيت نفسه النبتة هذه نفسه يوم بحثت والله صدق انه قاعدة تسوي شي غلط البيترو تسيت نفسه شفو كيف خلونا نشوف اه شفو انه بتجمع اوكي بتجيب البوم ميل والله ياساتر المساحة رص بنو طيس ليش ما نرص nigga مممم لا مبغى خرفانُ يااخ لrą نقول كيف رص بنو مادري صراح ولناخذ البيترو تسيت وناخذ السيت هذا نفسه ونسخakra انه التحدي بسم الله هنا اخذ بيترو تسيت حلو نحط ال pus 64 متعة يطلع معنا few وولله كثير هذا يا الأغراض الآن 28 متعة وانا جايب set water Yet We'll check Ukrainium ثانية الف 최대 حبوب الكاكاو هذي يبغان لنا نجيبها وهذي الكوكيز اتوقع انها لازم كاكاو بنفس الوقت باقي التحدي اشوفوا كيف خلصنا اشياء مر كثير اللي توصلنا لنا ان الكوكو بينز مو بالكوكو الكاكاو او حبوب الكاكاو يجي من الجنجل اوكي طيب في شي لازم نسويه الحين اللي هو نسوي تشست لان الوضع الحين لا يطاق طيب هذي هذي حلو نجينا نحط هذه الاشياء اوكي اشياء مينكرافتية للحين يعني عالقة في الذهن ونجيب اللي هو ان معنى اتوقع مشكلة مستحيل تطلع ان اتوقع لازم ندبل بلوكات عشان تطلع اربع مع بعض فهمتو هذي افضل طريقة اتوقع فما ادري هل هي بترسبن فيها اشوائي ما ادري كذا وقعنا في مشكلة هذو اش لا ما اطلع منا جلد الله ما اطلع منا شي لا سفيح نبغى بيقار طيب ارجوكم هذي سؤال ليش ما اطلع منا جنقل يا احيال والله ليه نحن كيف نزرع الجنقل ما نقدر اشجارة كاملة كسرناها ولا اطلع منها ولا احبها يا ساتر هل يعطينا اشجار هذا ايش هذا جنقل علموني في الكومنتات هل في طريقة ثانية ولا اخذ هذا وازرع مرة ثانية انه والله قهر اقسم بالله يقهر اننا ما نقدر نرجع هذا الشي طيب حالين بنروح النذر بنجمع مياه كبيرة يعني من الجلد قد ما نقدر نكمل قال التطوير حقتنا يعني انا جاهزة وكل شي بس ما جهزنا سالفة الكتب قادروا لي مجيش وضعهم كل شو يراس بنون الاغلب قال لي شل بلكاتريتاعت وشلتها الحمراء لكن قاعد يراس بنون فما ادري شو الوضع والله ما ادري شو الوضع طيب الحير جيناكم في يوم ثاني اليوم او الحين باسوي اشياء كثير اعمت اني اخلي هذا الشي في النهاية لانه بياخذ مني وقت فاخذيت وقتي صراحة بصوير اللي قبل شوي عن قبل يومين سنجدكم بعد يومين عشان نسوي اشياء مرة كثير ومنها شفوا المكان هنا كيف كان شفوا كيف بيصير نهاية الحلق الاشيال اللي بيسويها عندنا تحديات هنا اوكي منها redstone lamp خانسوي ال redstone lamp او شي نجيب redstone كده وهذا redstone lamp ليش سوي redstone lamp لان في تحدي خاص ب redstone lamp في تحدي يبغى من اللي هو redstone repeater redstone repeater يبغى لها شمعتين يبغى الشمعتين هنا و redstone هنا هذا هو redstone repeater سوينا تشيست حق التحديات فخلونا نخليه هنا خلونا نخليه هنا هذا الريدستون لام التحدي اللي بعدها يطلب مننا نذر كوارتز حاليا نمعنا نذر كوارتز ثلاثة خلونا نسوي الشموع أول شي أربع شموع توقع تكفي أوكي هذا هو ريتستون كمبرتر هذا يبغى مننا ثلاث حبات فنحط في النص النذر كوارتز ويطلعنا ريتستون كمبرتر حاليا خلصنا تحديات كثير هاي ثلاث تحديات إيزي بيزي مفرضني خلصها من زمان لكن ثموني أكتشف إنها يمديني يسويها اللي سويتها كان عندها ثنتين أوكي للي يذكر كسرنا الشجر وما طلع لنا شي منها كسرنا الشجر حق الدارك هذا وما طلع لنا الأوراق حقتها السابلينك هذه فأفضر ريت إن يسوي شي إني أروح هنا ودخل هذا المكان وأخذ من هنا الدارك فما تشوفون خذيت حبتين يعني كان معي حبتين وزرعت حبتين والحين معي ثمان من الشجرة اللي قبل شوي اللي كسرتها فمعي حبات خشب هنا في الجست هذا بوريكم ليش هذا الجست أصلا خلونا نروح هنا نخلص تحديات حقتها وبعدين نرجع ونخلص آخر شي اللي هو مباخر شي اللي قبل أخير شي المنتظر بهذا التحدي أقدر أسويه يحتاج ملنا أربعة بس النذر كورس فمعنا حين أربعة النذر كورس فنروح نسوي تحدي حقه ونشوف الشيات هنا فبسم الله أوكي أوه قلو ستون أوكي يعني هذا كنا يقول رح سوي التحدي اللي بعد هنا ريتستون كمبردتار خلونا نروح نسوي التحدي هذا أتوقع نبيعطيني شي خاص باللي هو النذر أتوقع غالبين يعني فبسم الله كورس بوون إغ ندينا نرس من حصان والله يديم شي رهيب والله والله شي رهيب جد طيب هنا أوبسيرفور هذا ما سوينا تصدقون سوين ريتستون لام هشوي ستايله دلفين قالوا ريسبون دلفين و ريسبون حصان هذا هذا لازم نسوي التحدي هذا أوبسيرفور أو أوبسيرفور هذه الحركة الكبستون نسكنه من فوق و مفتحد و نحط نذر كواتس حبة و نحط ريتستون ثنتين هنا طلع لنا أوبسيرفور بس ما تشوف هل نجيب الغرفة اللي قبل شوي جيبنا منها دارك أوكسابلين هل نجيب منها الجنجل و نزرع أربع جم بعض عشان يطلع كاولة و شريقة يعني حقتها لأن الأمانة ما أعرف هاول شت نطرق معها ما أعرف غالبا أن الأزمة نسوي الحركة حقية الأربعة و أنت علموني في الكومنتات هل نسويها إي ولا لا بس طيب نحط الأبسيرفور هنا بسم الله توقع بيطلع شي خرافي يا رب نمو سبون لا ما يا الله الله أنا شيغ بنصراحة ما علي أهم شي خلصنا تحديات خلصنا الحين فوق خمسين تحدي والله يمكن بعد ستين ما ما أدري كم خلصنا بس خلصنا كثير ترى خلصنا مر 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 كثير والحلقات اللي وصلنا لها تعتبر النص تقريبا لكن الحلقات الجاية راح يكون فيه أشياء مرة كثير راح تقس قس و راح يختصر منها كثير مرة 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 بشكل طبيعي مثلا تجميع البليزرود راح نجمع خلف الكوالي راح نسوي مبنى لهم لأي حين ما سوينا راح نسوي مبنى لهم مايش نحشرهم وهذا الشي ما راح يتم إلا بعد ما سوي حق التطوير ففي هذه الحلقة بإذن الله سوي التطوير معكم حاليا معنا كم سبون والله معنا سبون كثير لاما هورس مدل في مرة سبونت كثير سبادنا من الأرانب هذا الشي الحي جتل فقرة الأهم اللي هي هذه ما تشفوه معنا خمسة واربين جلد جلد أرانب أوكي نشيج منها في هذا الشي بعدين نحط الجلد هنا نحط الكتب هنا يطلع معنا 16 كتاب ممتاز جدا حاليا سوينا خمسة واكتشفنا أنه يبغالنا ثنتين زيادة والله يين لازم نروح نقتل الأرانب نجيب 6 حبات تقريبا من الجلد أنا ودي أسوي الطريق إنه بدينا نسرع وش رايكم اللي هي البلوكة اللي كذا مرتفعة بدينا نط يكون نطتنا أصغر طيب 6 أرانب أحسنا إيزي إن شاء الله واخيرا نخلصنا التحدي حدي حقنا كان لنا نجيب 24 من هذه يعطيني 6 لذر ونقدر نسوي فعا تعال زيادة زيادة الخير خيرين تعال نجينا نسوي كذا نجيب اللي 4 جلد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا رب خلصنا يا جماعة خلصنا أنا ما أدري إيش قاعد أسوي تراه والله ما أدري ما أصاري طلعون جلد أوكي طلع واحد جلد حلو وانا نشوف هذه وهذه وهذه يا اللي هي فاضي أنا أذكر أننا فيها وذر سكيلوتن لكن نشوف الأشياء الباقية هل نضطر نحط مثلا والأشياء هذه ولا لا طيب نضطر نسوي الحين شموع أوكي نجيب شمعة واحدة نعتمد على هذا الأشياء في أشياء ناقص الأمانة لكن نعتمد عليها ونسوي مبنى إن شاء الله إن يكون قد الشيء في بالي ما أدري هل بأضبطها هل ما بضابطها ما أدري صراحة لكن احتمال يكون هنا والله ما أدري هل حطها هنا ولا غير مكانه أنا أشوف هذا مكان مناسب عشان يكون بعيد عن الحيوانات شوي منها الرسبون يكون موجود الرسبون أنا أشوف هنا مناسب طيب هي راح تكون أربع أو سبع ماك الجهات فنحط كذا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 وهذه السابعة الأخيرة فكذا بعدين كذا بعدين بلكة الأخيرة هنا حلوين بعدين نجيب البلانك هذا دارك وود أنا تعمدت أني يغير هو في المخطع اللي شفت ما أحط دارك فقلت بأغير وبشوف كيف بيطلع هو حط البلكات كلها داخل زي كذا فنسوي كذا ممتاز ممتاز الحين شو نسوي نجيب الستيرز ممتاز زي كذا حلو حاليا نسوي هذه الحركة أن نحط الستون هنا وهنا 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 ونمشي على هذا المكان كامل زي كذا وبعدين نجيب السلابس هذه نحط واحدة هنا ونحط واحدة بين كل واحدة 12 حبة ممتازة جدا 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 فنسوي كذا حبتين مع كل جهة حلوين بعد عندنا الستون هذا نسوي كذا كذا وهنا نحط بلكة حلوين كذا الشكل جميل مثل ما تشوفون نوصل هذا الشي إلى هنا بالضبط ممتاز وزي كذا بالضبط لتشوفون هذه نفسها هذه بالضبط السلاب هنا وبعدين نرفعنا بلكة وبعدها هنا نحط البلوكات العادية تكون بهذه الطريقة زي كذا برضي روح نحط هنا فنظر المغزى منها ما أدري هذا التبعيات اللي يبني ما أدري هلف منها فكرة وتطلع بشكل رهيب من نص يمكن نشوف الشكل النهاي ونحكم حاليا معنا الانترن هذه راح نحط واحدة هنا وراح نحط واحدة هنا نجيب الكتب وين الكتب أو البوكشلف معليش نجيبها ونحطها هنا تكون كذا واحدة ثنتين واحدة ثنتين ونسكر فوق بعد وبنفس الشي الجهة الثانية معنا الالواح حاليا ونسوي هذا الشي وهو يبغاه أوكي بلو بعدين تحط عليه هذه سوي دن بنفس الشي هنا أنا بالأمانة ما قد سويت انترنتينك تيبل أو سويت مكتبة بالشكل يعني متعود على الزوايا وزي كذا جبنا كل شي ومعنا البيكاكس بعد دايموند عشان لو بغينا نطور يمدينا نطور طيب نحطها هنا في النصب الضبط وشوف كم يطلع معنا لفل وات بس معطانا لفل كامل يا أخي هل لازم نكمل هنا بس حركته هي اللي جابت فيه ليد طيب خلونا نكمل بنايته مثل ما سوه بالضبط هو زي كذا هل هو دا مثلا المكان بيكون شي يفرق غالبا لها وحط هذا الشي من ذا الجهة كذا توقع ايوة رحمل الجهتين ما ديش فكرة هذا هذا زي الأنفل والله شي رهيب إذا كان زي الأنفل لأن هذا الشي أول مرة أشوفه ترى وما سويته للا يوم سواه المقطع يجي هنا السؤال إن معنى الأنفل أوكي هنا معنى الأنفل خلونا نخليه هنا وين الأنفل الأنفل هذه الأنفل وحطه هنا أوكي كذا وصار هذا لفل ثلاثين لكن عندي ما صار لفل ثلاثين ليش ما أدري هل في شي غلط ولا تحديثه قديم ما أدري لكن راح نكملها بالكتب زي هنا حلوين ناخذ الكتب هذي ونجي هنا بالضبط أوكي نخليها هنا ونشوف كم بتيطلع الليفل هنا إن شاء الله أنا عادي يتضبط الليفل والله للحين خلونا نشيل هذه ونحطها قدام نشوف شو بيطلع للشكل معنى في المقطع طلع الشكل نفسه نفس الوقت الليفل ثلاثين لكن عندي ما طلع ثلاثين جرب والله حين طلع ثلاثين شو اللي استهب هذا حين طلع ثلاثين ليه أنا ما بخليها فلسفة ولا شي بخليها زي ما هي أوكي شكل رهيب وكل شي بس بعد للحلقة الجاية لأن مرة طولنا على شي تافع اللي هو إن البلوكات أو التطوير ما يجيب الليفل ثيري طيب هنا فيه فيه ليفل ثلاثين لكن الشي طلع ما أدري فخلونا نجيب معنى كتاب النصر خلونا نجيب الكتاب هذا ضل لابز هنا باك شاربنس لا لو طورنا البوتس كم بيطلع؟ بريكينج خلونا نطور البوتس لأنه بنستفيد منها أوه بروتوكشن آيفي في ديفت سترايدر ممتاز معنى قولد بينكسب سرعة لكن عشان نذر عشان ما يطقون هذول البثرين طيب نشوفوا البيكاكس حين شي يطلع بريكينج أوكي يلبيه سلك تتش الحالة والله شي شي جميل صراحة يعني حين عندنا فيها سلك تتش بكاكس تشفر لكن يبالنا تطوير كتب أكثر وأكثر عشان يطلعنا اللي هو الانبريكنج وهذا الأشياء وندمجها خلصنا من شكل المكسبة هذه أعطونا رأيكم في الشكلها ما عليكم من الورا في لأياني شي الترقية هذا أعطونا رأيكم في الشكل هذا وهل هو مكان مناسب ولا لا أنا شوفوا أنه مناسب صراحة أنه يكون قريب مني وبنفس الوقت ما عليكم أن هذه الجح وما الجح بس يغط المكان هذا اللي ورا يعني لو نمشي من هنا يبدينا نشوف هذا وفي نفس الوقت يكون الانتشانت مرة قريب مننا أعطونا رأيكم العافية جميعا المشاهدة وعد ذري ذا الحلقة طويلة لكن سوينا فيها أشياء مرة كثير خالف الكواريس فإن شاء الله أنها أتعجبكم أعطونا رأيكم العافية اللي لم أشترك يشترك في أزر التنبيات واللي لم أشترك حلقات اللي قبل يتجع يشوفها عشان يعرف وش سوين وش ما سوين قبل ووين وصلنا رأيكم العافية نشوفكم على خير سلام